اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جهاز البلاي ستيشن 2 صدر هالجهاز في سات 2000 في مارس باليابان وفي اكتوبا بامريكا وفي نوفمبا بوروبا هالجهاز يعتبر الجهاز الانجح والمفضل لدى الكثير من اللعبين الجهاز باع ما يقرب بـ 155 مليون وحدة حول العالم وهو الجهاز المتربع على العرش من ناحية المبيعات تم استمرار تصنيع الجهاز الانسنت 2013 وهذا يراويكم مدى شعبيته الا جزء الاخر نفس الجيمكيوب والاكس بوكس ما كان عندهم اي فرصة امامه رغم ان مايكروسوفت سوقت الجهاز الاكس بوكس اورجينال على القوة التقنية الضخمة اللي قوة تضعف جهاز بلاي ستيشن 2 وان الاعلام كان يقول ان بخير بلاي ستيشن 2 يجهش بالبكاء لكن فعليا صار عكس ذلك وهذا يعطي درس ان القوة التقنية لا تعني شيء طالما ان ما عندك مكتبة العاب بشكل اوسع الجمهور يهتم بالالعاب ومش الرسوم خاصة الفئة الكاجوالز على كل حال جهاز بلاي ستيشن 2 عنده ذاكرة بسعة 32 ميجا بايت وسرعة المعالج 294 ميجا هرتز وعلى وقته هالقدرات كانت قوية والدريم كاس ما كان عنده القدرة على مجاراته والاسف دريم كاس مات على يد الجهاز بلاي ستيشن 2 من المزال الجهاز اللي عطته قيمة اكبر هو قدرته على تشغيل افلام ديف دي ووقتها افلام ديف دي كانها شعبية كبيرة وهالشي خلاه جهازين في جهاز واحد لكن عشان كون منصفين بداية الجهاز ما كانت بهالقوة لان ما كان فيهالعاب اطلاق محترمة وكان دريم كاست مسيطل الفترة وجيزة وهالفترة انتهت مع انتشارالعاب اكثر طبعا من الاشياء اللي ساهمت في نجاح الجهاز هي القرصنة القرصنة ساعدت على نجاح الجهاز في بعض الدول النامية وحتى المساكين اللي يعدون ميزانية ضعيفة قدروا يقتنون الجهاز بحكم الالعاب من القرصنة سعرها مثل سعر التراب والقرصنة هي الاخرى لها دور في نجاح الجهاز في الشرق الاوسط وانتشاره القيمكيب وقتها كان عنده الاصلي فقط وهالشي ما ساعده عن الانتشاره وقتها كان الناس تقول عن الاشتري الاصلي مجنون وغير عاقل وما يدرون اصلا ان شراء الالعاب الاصلية هو تصرف القانوني اللي تيد الشركات من زباينها دعمهم عن طريق شراء منتج اصلي عليك الحال خلنا نتكلم عن شكل الجهاز اوكي اتمنى ان البعض ياخذ كلام بصدر رحب بصراحة تصميم الجهاز بالنسبة لي عن لقى البشع وما اشوفه تصميم سيابي حتى تصميم من ببدئي او تخيلي كان افضل بكثير هذا الشكلة تقول مكيف هذا طبعا لما تحتها بالعرض لكن لما تحتها بالطول شكلها راح يكون مقبول اكثر بكثير وتحس نوعا ما بالفخامة خاصة لما تركه في القاعدة اللي تثبت الجهاز بالطول وحركة حلوة من سوني بانها تخلي الجهاز مصمم انه ينحط بالطول او العرض بس بالمجمل اشوف ان تصميمه هو الاضعف بين المنافسية في ست 2004 صدرت نسخة مصغرة من الجهاز باسم بلاي ستيشن 2 سلم وفكرته انه يكون بتكلفة اقل وبحجم مناسب وملائم للمستخدمين مثل ما تشوفون فيه فرق واضح بينهم بالتصميم وصاير اقل السماكة راح نستعرض للاثنين بعد شوي خلنا نتكلم الحين عن مداخل الجهاز هذا هني زر التشغيل يوم تشغله يتلون باللون لزرق واذا كان احمر فهذا يعني انه مغلق هذا زر اللي اخرج قرأ الاقراس ودخاله هذا الباب اللي يطلع منه السيدي هني فيه فتحته لتركيب اياد التحكم فونقم باشرة فيه فتحات التركيب بطاقات الذاكرة تحت شوي بتشوفوا المداخل اليو اسبي وظيفتهم هي لتركيب اكسسوارات خاصة نفس المايكروفون او المقود خاص باللعاب للمركبات او كاميرا خاصة اسمها الايتوي وراح انيبطاليهم بعد شوي يمينهم فتحة الايبوت هذه يتم استخدامها عشان توصون جهازين في نفس الوقت وتلعبون في نفس اللحظة اذا ما بغيتوا تلعبون على شاشة واحدة مقسمة مشكلة اللعب تدعمها وتم ازالتها في النسخ اللحظة من الجهاز خلف الجهاز في فتحة لتوصيل سيك الكهرباء وهي نفس السليكات موجودة بالجهاز المسبق وفيه زر لتشغيل الجهاز بشكل يدوي واطفاء اجباريا هذه فتحة الـ AV Multi Out عشان توصل الجهاز بتلفز وهذه فتحة Digital Optical هذه عشان تستخدمها للسماعات الكبيرة او ريسيفرات الفتحة الاخيرة هي الـ Expression Bay والهدف منها اضافة طرفيات خاصة نفس قطع توصيل الجهاز بالشبكة وتلعب عبر شبكة او اضافة هادسك داخلي في العام معينة تدعم هادسك داخلي ووظيفة الـ هادسك هو تقليل فترة التحميل والمساعدة في تثبيت بعض الالعاب عليه بحيث انهم يشتغلون بكفاءة اكثر فيينفاتسي 11 احد الامثله بالنسبة للجهاز السليم في المقدمة في نفس العناصر الموجودة بالجهاز الرئيسي بس بالشكل مختلف صار فيه غطة علوية تفتحها بدون ما يكون فيه درجة القائي يطلع بروحها الاضافة في خلف الجهاز هو ان فيه فتحة كهرباء في الدفعات الاولية واللي كانت عبارة عن محاول خاص تركبه في الفتحة الصفرة هذي بعدين نرزله دفعة لنفس الفتحة في الجهاز الاساسي الاضافة الثانية هي مداخل الشبكة بدون طرفيات خاصة بس ركب كابل ولعب خلنا نتكلم الحين عن يد التحكم يد التحكم هي نفسها اللي تم استخدامها بالجهاز المسبق بدون اي تغيير جدي بالشكل بس اللوم مختلف وهي تستخدم نفس الدول شوك او يد الاصدار الثاني من الجهاز البلاي ستيشن ون هذي أسهم التحكم نفس الجهاز المسبق بالضبط وهي للأسف بتسبب ألم في الابهام يوم تلعب العب قتالية هني بالضص عدكم زر الستارت و سيلكت الزر بالنص لتفعيل الانالوج خلنا تكلم عنهم الحين هذي للانالوج او عصر تحكم وتحريكهم جيد بس يمكن يكونوا شوي بعيدين عن الابهام وخاصة لو انت بتلعب العب تركز عليه وتقدر تضغط عليهم كأزرار بحيث انهم يكون A3 و L3 واحد منهم بالغرب يكون عشان تحكم بالشخصية والثاني لتحريك الكاميرا هذه الزر الواجهة الرئيسية نفس الجهاز المسبق بالضبط وهم بنفس آلية بعد والكلام كذلك ينطبق على الزر الكتف هم نفسهم بدون اي تغيير هل عدم تغييرهم ليد التحكم يعتبر شي سلبي؟ مش بالضرورة واليد عموما ممتازة في اغلب الالعاب بالشكل عام خلنا انتقل حين الاكسسوارات هذه القطعة المعروفة والمعتادة قطعة تعدد اللاعبين لأكثر من اثنين للمانا شي غريب ان سوني ما حاطت مداخل يد الأربعة بالجهاز نفسه مثل ما سوت ننتد ومايكروسوت في جهزتهم هالقطعة هي قطعة الاي توي فكرتها نسفكة الجهاز الكنيكت بحيث انك تستخدم الكاميرا في اللعب وفيها ألعاب مع حدودة جدا تستخدمها هذه بطاقة ذاكرة نفس الجهاز المسبق بالضطط بناحية الشكل بس اللون أسود هذه حجمها أكبر من الجهاز السابق بحيث ان صار الحجم 8 ميجا بايت بدل الاميو 28 كيلو بايت في بطاقات بحجم أكبر نزلوا بعدين على طالي بطاقة مسبقة هي الأخرى قابل لإستخدام في البلايستيشن 2 هذه كل شي بخصوص الاكسسوارات للأسف البلايستيشن 2 ما عندك أكسسوارات شائعة ومعروفة نفس المنافسين الحيب بالنسبة للأغلفة والسيديات هذه هم الأغلفة الخاصة بالبلايستيشن 2 وهي أغلفة موحدة على العكس الجهاز السابق اللي حصل على نوعين من الأغلفة هنا بتشوفون كتاب خاص باللعبة مع السيدي الحيب بالنسبة للسيديات البلايستيشن 2 في البداية كان نسخدم كومباكت سيدي أو السيديات العادية بطبقة صفلية زرقاء بعدين انتقل للدي فيدي وعلى طاري دي فيدي الجهاز يشغل أفلام دي فيدي بدون أي مشاكل لكن مشكلته إنه مغلق إقليميا وفيه حتى ريموت كنترول خاص فيه ويتم استخدامه كمشغل لأفلام دي فيدي وطبعا هالشي كان أحد السباب نجاحه الساحق الحلو بالجهاز إنك تقدر تستجع لكياتك وتشغل عليه ألعاب بلايستيشن 1 حين بشغل جهاز ونستعد القوائماته البراوزر عشان تتصفح ملفات داخلية نسب بطاقات ذاكرة أو إنك تشغل السيدي وصار تصفح أحسن من جهاز المسبق بوايد صافي رسم ثلاثي الأبعاد بدل صورة متحركة سيستن كوفاقريشن عشان تعدل الإعدادات الخيار الأول لتعديل الوقت والتاريخ الثاني لتعديل مقاس الشاشة تقدر تخلي الشاشة مربعة وهذه زينة لشاشات السي أر تي وتقدر تخلي العرض يغطي كامل الشاشة وتقدر تخلي العرض بالشاشة العريضة نفس شاشة السينما هالخيار لتفعيل فتحة الأبتكل هالاختيار لتعديل جودة الصورة كبدايتنا كنا نستخدم الكابل هذا تعرفون كابل اي في او الكومبوزيت وغلبكم لحق على الكابل هذا ومعروف أنه يشتغل فقط على تلزيونات السيارتي القديمة ويشتغل بعد تلزيونات الحديثة ولكن إذا شغلتوه على تلزيونات الحديثة والصورة بتطلع مشوهة ومش واضحة وفي نفس الفترة وفي نفس الفترة كان في عندنا الكابل هذا كابل اسكات واللي يدعم معظم تلزيونات السيارتي هذا الشي وظيفته هذا يعرض اللعاب بصيغة الار جي بي واللي هي أحسن بوايد من لابي للأسف هالكابل ليس بالكثير سمع عنه اللي اسم شديد مع أنه أحسن بوايد من اللي عرضتنا مسبقا وخيرا وليس آخرا شوفوا شوفوا تعلموا شو هذا الكابونت نعم يا جماعة هذا الكابل الكابونت إذا على بالكم الجهاز البيل سيش 3 هو أول جهاز يعني من شركة سوني كجهاز منزلي ألعاب استخدم الكابونت لا فهو البيل سيش 2 على آخر أيامه وهالكابل مصمم عشان تشغلونه على آخر دفعة من تلزيونات السيارتي وفي نفس الوقت تقدمون تستخدمونه على أول دفعات من تلزيونات الحديثة بيدعمها فليدور أقوى جودة عدكم الكابونت وعلى كل حال في طريقة أنكم تشغلون هالكابل يعني على الجهاز البيل سيش 2 إذا دخلتم شوي على الأدادات وبرأيكم الطريقة عندك الار جي بي وعندك الكابونت اختار حسب الكابل اللي أنت مركبينه في ألعاب معينة تدعم خاصية تعديل العظ عدكم مثلا لعبة تيكين فايف ادخل على اوبشن وبعدين ديسبلاي سيتنجز السكيرين روشيو يعطيك الخيار بين الشاشة المربعة أو العريضة الفيديو مود عشان تفعل البروغرسيف مود على فكرة هذا خيار حصري فقط لكيابل وبيعرض بجودة عارية السكير مود عشان تخلي العرض ناعم ولا بوجود حواف بس للعلم في شركات طرف ثارث تسوي كيابل اش ديماءي خاصة حق البيا سيشن 2 طبعا أغلبهم يعني مد شابهين انت بس اختاروا شو ننسب لكم هالي طبعا معلومة حق الاخوان اللي يلعبون بالجهاز الاصلي ويحبون يلعبون على تفزون جدي فهذا خيار جيد قبل ما ننتقل للعاب في نقطة بوضحها طبعا القائمة راح نستعرضها بتمثل رأينا شخصي فلاحد يقول انت ما ذكت لعبك كذا ونسيت لعبك كذا ونسيت لعبك كذا تعرفون ترى انت تتكلمون عن جهاز عليه مكتبة اللعاب جدا ضخمة فراح نغطي اللي نحن نشوفها نظل وهالقائمة ارجع ويقول انها تمثل رأيه شخصي ونحن بذل الله راح نختار لالعاب الميزة واللي كانت حصية على وقتها عموما راح نبدأ نحن بنختار للعلم اول عشر العاب وبنبدأ في واحدة من العاب الاكشن الجبارة ونيموشا ثري هيايا على رزدة ايفل في اجواء ساموراي طبعا اخترنا الجزء الثالث بحكم من الجزء الاقوى في السسلة برأينا الشخصي والمميز بهالجزء انه يدخك في الجو الماضي وكذلك الحاضر تلعب بشخصية سامونوسكي البطل الرئيسي وجاكي العسكري الفرنسي من اقوى العاب هاكن ساش على الاطلاق ويساهمت في انتشار هالنوع من العاب لعبة مغامرات اكشن تركز بالشكل الكبير على العمق في القتال والضربات المتتالية مع تنوع الاسلعة من غير المقاطع السينمائية الاكشنية الخرافية تلعب البطل الرئيسي دانتي واللي يعتبر من الشخصيات اله الشعبية الضخمة ننتندو قاعدة تستهبل يوم حططك كمية كاركتر بدون ما يكون شخصية قابلة للعب بسوبر سماش بروس هلقت من محبي العاب التجسس بقصة سينمائية وباخراج سطوري عندك الجزء المفضل لدى الكثير من اللعبين بسبب الافكار اللي تمت اضافتها بهالجزء من غير القصة الخرافية للدرامية من الالعاب اللي ما تتفوت انت لعب بالاسطورة سنيك وتعرف بداية قصته من الالعاب الرعب اللي كان لها السيط بالماضي وكانت منافس شرص لرزدد ايفل شي محزن انك تشوفها ميتة بالوقت الحالي اتميزتها اللعبة بالقصة المثيرة والجيم بلاي مميز وحتى للغازة الذكية تلعب البطل جيمز اللي مهمت العثور على زوجته من العاب الاطلاق على الجهاز فكرة رئيسية انها تكون لعبة قتال تركز على نظام الفرق وعندك طاقم ضخم من الشخصيات من الاجزاء المسبقة بدون تفيت واحد منهم لعبة قتال جبارة وهي تستخدم محرك الجزء الثالث الجبار هل لعبا من اكثر لعب المميزة على الجهاز نظاما مختلفة بشكل كبير عن اغلب اللي ذكرناهم نقدر نقول انها لعبة بصرش او لعبة مواجهة زعماء ات مهمتك انك تقاتل عمالقة عن طريق تسلق اجسادهم واستداف نقاط ضعفهم من اجل سقاطهم من الالعاب اللي تستاهل التجربة ماكسيمو لعبة اكشن بلاتفورمية واساساتها مأخوذة من غوستون جوبلينز وبتشوفون تشابه كبير بينهم بتلاحظون انهم محطين لحم من الحانها التلعب ماكسيمو اللي عند القدع اللي قتال بالسيف والدرع وهزيمة اللعداء وهو بعد نفس ارثر اذا تعرض لضرر يخسر درعه من الالعاب المميزة ستريت فايتر اي اكس 3 انا ادني البعض يمكن يعترض على ادخالي لها اللعبة بالقائمة لكن هالسلسة لها معزة في قلبي ستريت فايتر اي اكس 3 مش اقوى جزء نزل لكني ما انكر انه ممتع كلعبة مستقلة وهي لعبة ستريت فايتر الوحيدة لليوم اللي تدعم نظام الفرق بالاضافة لتنفيذ حركة السوبر جماعية انا شوف قابلة للعب الين يومكم منتحف ايدوس اللي افتقدناها لعبة مغامات اكشن استكشافية وباجواء سوداوية وبقصة شيقة هذا جزء ثاني للجزء الاول اللي نزع بلايستاشوان واللي تكلمنا عنه بالشكل طفيف مسبقا التلعب رازيل منصاص دماء واللي مهمته انتقام من اخو كين اللي كان السبب في تشويح شكله شادو افروم من رواء اعكبكم على الجهاز لعبة مظلومة بالشكل كبير جدا واعتبرها من الجوائر المخفية تبا تعيش الى جوائر رومانية الدموية عدكم شادو افروم تلعب اقربة اللي يريد يصير اقوى محارب في الفعاليات وتلعب بالشخصية ثانية اسمها اكتافينوس اللي يستخدم السوب التجسس وتسلم من اجل حصوله على المعلومات هذا كشي بخصوص احلى اشه لعب على الجهاز في الختم هذا هو جهاز الجهاز اللي يعتبر من اعظم جزية اللعب التاريخ وليساهم بتوسيع نطاق للعب بالشكل الكبر الجهاز اللي مهما تكلمت عنه يعني ما بقدر اعطي حقه عموما انتو خبروا عن ذكياتكم بخصوص الجهاز هذا وشو الالعاب اللي حبيتوه عليه غير اللي ذكرناهم على كل حال هذا كل ما لدينا ونراكم انشاء الله على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة